أكيد بتسأل على إيه أفضل أرضيات ممكن أستخدمها في الجم الحلقة دي لكل الناس اللي بتدور على حلول للأرضيات سواء للمدارس، للحضانات، للكاتز أريا، الجم، داخل الجم، للكروسفت، لمنطقة الأوتدور أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة النهاردة معاكم أحمد الزهيري أنا جايش رح لكم النهاردة على الأرضيات اللي أنت بتقدر تستخدمها في الجم إيه أحسن أرضيات ممكن تستخدمها في الجم في ناس كتير بتحطار ما بين الأرضيات هل ممكن الفوم؟ هل ممكن يكون مادة زي مثلا الخشب أو مادة مثلا الفينيل أو أي حاجة يحطها في الجم فبيلاقي بعد فترة في عيوب كتير بتظهر سواء الروائح سواء التنظيف أو ممكن الصيانة بتاعتها مكلفة أو مشاكل كتير لكن حاليا أفضل المنتجات أو ممكن أفضل حلول للأرضيات هي الربر الربر مستو فيه هتكلم عن المزايا بتاعته مستو فعلا أنه ديورابل وبيعيش كتير في الجم وكل المشاكل اللي أنا قلت عليها من شوية اللي هو الصيانة أو الروائح أو يعني ما بيعيش كتير واستخدامه بيكون مش مناسب الربر حل الموضوع ده الربر في منه أكتر من نوع فيه ربر عندنا اللي هو نظام الرول اللي بيكون زي السجدة اللي بيكون ممكن عرضه 125 سنتي أو حاجة زي كده والطول بيكون 10 متر أو 12 متر أو أكتر شوية كمان فيه البلطات البلطات اللي بتكون مربعة فيه بيكون منها مقاس 50 في 50 البلطة الوحدة أو ممكن بتزيد عن كده كمان فيه اللي هو البازل اللي بيتركب مع بعض البازل نفس النوع من البلطات بالزبط طيب ليه الربر بيقدر أنه هو يكون أفضل حل لأن الربر فيه مزايا متعددة تقدر أن أنت تعتمد عليه وتلاقيه فعلا هو اللي بيعيش معك فترة طويلة من أول المميزات دي أنه هو بيعيش معك فترة طويلة فبالتالي مش محتاج أن أنت تصرف كل فترة على تغيير الأرضيات وفيوفر معاك التكلفة الربر من أحسن الخامات اللي بتعزل الصوت لو أنت عندك في الجم أي رزع أو أي تخبيط أو أي حاجة بتوع على الأرض فالربر من أحسن الخامات اللي ممكن تعزل الصوت وبالتالي لو عندك سكان تحت أو محلات تحتك أو كده مش هيتأزوا أبدا من الموضوع ده طول ما عندك ربر كمان الربر لما بتحطه تحت المشيات أو التريدملز التريدملز لما حد بيكون بيجر عليها بيحصل فيها فيبريشن أنت ممكن بعد فترة بتلاحظ بعد يوم أو اتنين تلاقي المشيات فعلا تحركت شوية رجعت لورها طلعت لقداما تحركت شوية بيحصل فيها فيبريشن فالفيبريشن ده مع أرض صلبة بتبدأ تتحرك من المكانها فمضطر كل شوية أنت تنقلها أو تغيرها لكن لما يكون في تحتها ربر فبالتالي أن هي بتمتص الصدمات وبتمتص الفيبريشن وبتفضل تسبتها في أماكنها كمان بيمتاز الربر أن ألوانه متعددة فيه طبعا الليون الأساسي اللي هو الأسود وطبعا بيكون فيه تنقيت أو ممكن يكون ألوان كاملة أو كمان ممكن ترسم عليه أشكال أو لوجو أو تدهنه بأي دهنات أو تحط عليه خطوط أو أرقام أو اللي أنت تحبه من أي لون أنت تحتاجه أو تفضله ويمشي معاك تقدر أن أنت فعلا تحطه على الربر سهولة التنظيف دي ميزة كبيرة جدا أن أنت ممكن تنظفه بشوية مية وشوية مواد تنظيف تقدر فعلا تزيل الأتربة اللي موجودة عليه أو أي بصمات تكون موجودة طيب لو تكلمنا على الفرق بين تركيب الرول أو تركيب البلطات والبازل طبعا لو جينا على البازل يعني والبلطات الاتنين دول بالتحديد تركيبهم سهل جدا وتركيبهم مش بيحتاج للزق أو لاصق مدى لاصق تحته ده بتركب على الأرض مباشرة ميزة كمان أن أنت لو بتنقل من مكان للتاني يعني بتسيب مكانك وتروح مكان تاني بتقدر تشيله ويتاخده معاك كمان ميزة تانية أن أنت لو عندك منطقة مثلا اللي تساي الفريويت أنت حطتها في الكورنر هنا وعايز تنقلها بعد سنة مكان تاني وتغير شكل للمكان فبالتالي تقدر تشيل الأرضية بكل سهولة جدا مش هتتأثر بأي حاجة كمان فيها ميزة عالية جدا اللي هي امتصاص الصدمات للأصوات العالية لأن السمكات بتاعتها بتكون عالية كمان البلطات والبازل بتتميز أن السمكة بتاعتها بتكون 2 سنتي 3 أو 4 أو 5 سنتي على عكس الرول تماما كمان البلطات فيها ميزة أن انت فعلا ممكن تدهن عليها ممكن تعمل لجوهات عليها ممكن تغير لونها تعمل ألوان تعمل خطوط ده كل ده متاح تقدر تعمله عليها من بعض العيوب اللي في البلطات أن بيكون طبعا فيه فواصل غير ملحوظة بس بتكون فيه فواصل بين البلطة والتانية سواء البلطة أو البازل البازل إلى حد ما بيكون أقل من البلطات في موضوع الفواصل نروح على الرول الرول من المزايا بتاعته أن هو شكله حلو جدا سجادة قطعة واحدة مفيش فواصل وبالتالي فعلا مريح للعين ومريح للنظر وشكله حلو جدا تحس أن الأرض كلها قطعة واحدة من ميزة الرول أن هو تقدر تحطه تحت أجهزة الكارديو تحت أجهزة السترينج تحت أجهزة المحطات السبتة وشكله حلو جدا بتكون تحس الأرض كلها بشكل واحد تقدر أن أنت تحط عليه خطوط ترسمها تعمل لائنات أنت تعمل عايز ممر تلون الممر ده مثلا بين الأجهزة أو حاجزة كده يكون شكله حلو جدا أما مشكلته لو إذا أنت بتحطه في منطقة الفري ويت ففعلا مش هيتحمل لأن الرول بيكون السماكة بتاعته من أربعة ميلي لستة لتمانية ميلي كماكسيموم هبتلاقيش أكتر من كده وبالتالي مش هيمتص الصدمات في منطقة الفري ويت أما يمتص الصدمات بالنسبة لأجهزة كارديو لأجهزة حديد لأي رزع أو خبط بشكل بسيط وهادي لكن مش ينفع أن أنت تحطه في مكان في دامبلز أو فري ويت أو بربل يترزع على الأرض الرول كمان هيساعدك أن أنت فعلا تقدر تعمل عليه خطوط تقدر أن أنت تعمل عليه اللوجو ما هيبقاش شكله زي البازل أو البلطات فيها هيبقى في فراغات أو حاجة زي كده لا هيبقى شكله حلو قوي فبالتالي أنت معظم الجمهات اللي أنت ممكن تشوفها بره ونفسك فيها أو نفسك تعمل زيها معظمها بتكون فعلا رول لكن فعلا ما تحطوش في منطقة الفروين هنيجي بقى الأهم النصائح لو أنا هركب عندي أرضيات زي دي في الجم سواء الرول أو البلطات أو البازل لازم أن السطح يكون أملس ويكون zero level ما يكونش فيه مطبات طلعة ونزلة أو يكون فيه حصوات أو فراغات أو حفر أو حاجات من دي لازم فعلا يكون zero level لأن أي حاجة من دي هتبان بعد التركيب فبالتالي لازم تخلي بالك أن يكون zero level نقطة مهمة كمان أن أنت لازم تخلي السطح ده نظيف قبل عملية التركيب حتى لو إذا هتغسله بالمية أن أنت لازم فعلا تغسله كويس وتخليه خالي من الأتربة لو أنت حتى الأرضية هتكون مثلا هليكوبتر خرصاني أو عليها سرميك أو كده لازم فعلا يكون نظيف جدا وتسيب وينشف فترة كويسة قبل عملية التركيب لما تيجي لعملية التركيب هتلاقي أن الرول محتاج لاصق هيتفرد الأول لكل خمسة متر مربع وبعد كده هيتحط عليه الرول أما البلطات فعلى طول أنت تبتدي تركبها على طول مباشرة لكن لو المساحات كبيرة في البلطات أو البازل ومحتاج أنت تثبتها بشكل كويس ممكن على الإطار الخارجي أو كل 2 متر مربع تقدر أنت تعمل برواز كده من اللاصق وتلزقهم علشان ما يتحركوش زي ما أنا قلت على موضوع البلطات ضرور جدا قبل عملية التركيب أنت تفرد الرول ياخد راحته في المكان هو البلطات لأن طبعا بيكونوا جيين من المصنع أو من المكان التخزين بيكونوا مضغوطين بتكون البلطات محتوطة فوق بعض كتير بتكون ضغطة بعض أو الرول بيكون ملفوف بيكون مضغوط فلازم تفرده في المكان عشان ياخد راحته علشان طبعا اختلاف درجات الحرارة هتفرق كتير أو في التركيب وفي الفواصل والملي متر ده هيفرق كتير نيجي بقى بعد عملية التركيب ركبت البلطات والرول كله تمام هتبتدي أن أنت تسيب الموقع من غير أجهزة فوق الربر أو أن حد يلعب في المكان من 24 ل 48 ساعة علشان تضمن أن اللاصق أخد فعلا راحته وأخد فعلا وقته أنه يلزق بشكل كويس لأن طبعا لما بتلزق بمساحة كبيرة فبيكون مثلا لكل 3-4 متر مش هينشفوا زي أول متر هياخد وقت شوية فبالتالي 24-48 ساعة يكون نشف تماما حتى البلطات لو في أي فرغات أو كده تقدر أن أنت تعالجها في خلال 24-48 ساعة قبل ما أنت تستعمل المكان بشكل كويس أتمنى أكون في الفيديو ده أن أنا أفدتكم زي الربر حل فعلا مشاكل كتير وقللت من تكلفة الصيانات اللي كانت ممكن تكلفك لو أنت عندك مثلا استوديو كان مثلا بركاء أو خشب فينيل حاجات من المواد دي كلها لأن بتحتاج صيانة بتتقطع وتتبهدل فتكلفك كتير أنت بتعيد الأرضية مرة تانية أما ده بيقعد معاك سنين طويلة استعمال وسهل تنظيف وسهل وبالتالي هيكون حل موفر قوي ياريت ما تنسوش في نهاية الحلقة أن أنت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان توصلكم الفيديوات الجديدة واشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته